عايز اسأل معليك عن حاجة من اهم المشروعات اللي بيشارك فيها البنك الاسياء والاستثمار في البنية التحتية هو اصلا بنك مميز جدا انه بيشتغل في البنية التحتية اي مؤسسة دولية للتمويل بتشتغل في المشروعات والمصانع اللي بيجيب ربح كتير لكن استثمار في البنية التحتية دي مسألة يعني نادر ما تلاقي مؤسسة تمويلية تساعدك فيها تعمل لك محطات مترو تعمل لك محطة كهرباء تعمل لك هو من ضمن المشروعات المهمة جدا بيستثمر في الخط الكهربائي لمترو أبو إيريس كندرية ومحطة بنبان للطاقة الشمسية أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم ده رقم أكيد ضخم وهذه الحصة التي تدخل بها البنك الأسيوي هي حصة تخص القطاع الخاص لأن إحنا عندنا مصر دخلت في تعاونها مع هذا البنك على مرحلتين مرحلة القطاع الخاص يعني إحنا بنسمح للقطاع الخاص المصري أن يطلب شراكات مع من؟ مع البنك الأسيوي وأيضا القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام وبالتالي أحد روافد الأساسية لنشاط هذا البنك مساعدة القطاع الخاص في كل الدول هذه واحدة النقطة الثانية البنية التحتية وزي ما علماء الاقتصاد بيقولوا أن أي دولة بدون بنية تحتية لا تستطيع إحداث تنمية لا تنمية مؤقتة ولا تنمية مستدامة نقطة الثالثة برضو البنية التحتية تساعد على استغلال الثروات بتاع البلد لأن نتعرف مشكلة أفريقيا هي إيه؟ عدم وجود بنية تحتية وبالتالي كانت الفكرة الأساسية لهذا البنك معالجة القصور لدى الدول في آسيا وفي أفريقيا اللي هي البنية التحتية وبالتالي ما تستغربش حضرتك لما تلاقي دول كثيرة عايزة تنضم للبريكس ما تستغربش لما تلاقي بنك زي ده بدأ نشاطه 2016 وبلغ عدد الأعضاء 106 ومرشح أن يزداد دول أخرى طيب فاندي يعني إيه زي ما قال مثلا معي الوزير محمد معيت ووزير البنية المصري ومحافظ مصر لدى هذا البنك إنه إحنا هما بيستثمروا معانا في مليار و300 مليون دولار ده قريدي ده اللي شغال في مليار كأفق ممكن نصل إليه دلوقتي مليار جديدة وقد يزيد هذا طيب إيه بقى المشاريع اللي بتتوقع سيادتك إنه ناخد منهم تمويل لها نمر واحد مجال التكنولوجي سواء كان IT أو IR اللي هو زكاء الاستماعي نمر اثنين حضرتك المناخ ومشروعات المناخ ونقصد بالمناخ الاقتصاد الأخضر ونقصد بالاقتصاد الأخضر إنتاج الهيدروجين وإن نقلل من استخدام الوقود الأحفوري مصر وقعت مذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ كوب 27 العام الماضي وشرم الشيخ بحوالي 85 مليار اللي تمت بدأنا ننفس منهم 8 مليار من حوالي كم شهر وقعت بكام فاندب؟ نعم فاندب وقعت في كوب 27 جاء 85 مليار دولار دي مذكرات تفاهم لكن اللي تحول لمشروعات فعلية 8 مليار جزء مع الهند وجزء مع الإمارات برضو الشرق يعني برضو مش الغربي مش التعهدات الغربية اللي بتيجي في توقيتها الشرق مرة أخرى وبالتالي حضرتك فلسفة هذا البنك بيقول إيه أن التنمية المستدامة تحتاج إلى إيه إلى استثمارات مستدامة وهذا تعبير جديد يختص به هذا البنك صحيح فالحقيقة عندهم شوية تعبيرات كويسة جدا وعندهم نوع من أنواع العدالة والصدق في توجهاتهم الاقتصادية مش البراجماتية الصرفة يعني المصلحية الصرفة اللي بنشوفها في الجانب الغربي أوروبا وأمريكا وكده لما بيسلفوك حاجة أو بيمنحوك شيء شوف حضرتك هي الغرب كان متأثر بالحضارة المادية الحضارة المادية التي ليس لها بعد حضاري أو ثقافي أو تاريخي لكن هذه الدول مصر، الهند، روسيا، الصين دي دول ذات حضارات قديمة وبالتالي تجد في سياساتها الخارجية فيه جزء من الإنسانية أكتر جزء من الأمانة ولذلك دايما يقول لك إيه حضرتك المقولة الشهيرة نحو اقتصاد عادل نحو مؤسسات دولية تراعي حقوق جميع الدول دعنا أن نتخلص من الهيمنة الغربية دعنا أن نتخلص من القطب الوحيد العالم زي القطب الوحيد شروط المجحفة التي تتبنها مؤسسات التمويل الغربية سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو المؤسسات القطاع الخاص أخذ بالحضرتك دايما شروط سواء البنك التنمية التابعة لبريكس أو بنك التنمية الأسيوي هي شروط سهلة وتستطيع أن تتحملها الدول الناشئة وخاصة الدول الفقيرة في أفريقيا الحقيقة معي الوزير أنا يعني بشكر معاليك جدا على الفقرة ديت وإن كان لدينا كلام كثير بس الوقت دايما بيدهمنا لكن في النهاية كده حضرتك تقول لي إحنا بدأنا بالتفاؤل هل يعني إيه اللي نقوله للمواطن في نهاية الفقرة يؤكد أن تفاؤلنا في محله ومش مجرد طبيعة مصرية يعني حضرتك بنرى أن توجهات المؤسسات الجديدة والتي تنتمي إلى الشرق هي توجهات تخدم الصالح العام في الدول الناشئة هذه واحدة نمرة اثنين الشروط التي تضعها مثل هذه المؤسسات هي شروط يمكن تحملها وتقبلها ما هيش شروط يعني كمان مش بس مكحيفة برضو الغرب بيشتغل بفكرة اللي صاحبنا ما يصاحبش حد مش صاحبنا عارف حضرتك الجودة لكن الفكرة التمييزية دي اللي بتشغل بها إسرائيل وأمريكا والدول الاتحاد الأوروبي لكن حضرتك بتقول بقى دول ما بيتدخلوش في الشأن الداخلي لأي دولة على الإطلاق بيحترموا الشأن الداخلي لدى الدول النقطة الثالثة حضرتك هم في تعاملاتهم مع الدول النامية والدول الفقيرة فيما مضى أثبات حسن النية بشكل كبير جدا جدا ولم يتدخلوا سياسيا أو ثقافيا في تغيير ثقافة الشعوب أيضا حضرتك أن نحن نتشابه مع بعض دول الشرق في أن نحن أصحاب حضارة وهم يحترموا هذا الجانب يبقى إذن الجانب الحضاري والثقافي لمصر هل يمكن استخدامه اقتصاديا؟ نعم بنستخدمه بشكل اقتصادي مع دول الشرق يعني إذن هنا هناك مردود اقتصادي للحضارة المصرية وفي تقارب دوة اللي بنشوفه حتى في العلاقات مع الدول دي في دار الأوبرا يعني بنشوف في حاجات كلها مرتبطة بأن أنت بتدعم الريادة والحضارة الأديمة بتاعتك السين اليابان الهند ولذلك إيه اللي تم حضرتك؟ إن في الجامعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثمانية والسبعين اللي شغلت دلوقت رئيس أمريكا ذات نفسه ينادي بإصلاح مجلس الأمن ينادي بإصلاح وده اللي نادى بين رئيس السيسي من عشر سنة وينادي بإصلاح الأمم المتحدة واخد بالحضرتك ولولا اتحاد الجنوب وعلو صوت الجنوب ما كان للرئيس الأمريكي أن ينطق بذلك وكبرت أخيرا أمريكا وبالتالي احنا قلنا تفائل ليه؟ لأن بروز إرهاصات نظام علامي جديد وتعدد الأقطاب دائما وأبدا في مصلحة الدول الناشئة لأن ده بيعمل استفاقة لسياسات الدول الغربية كفى هيمنة وهم كم شاطرين كفاية أنهم استخدموا الهيمنة في تحقيق مكاسب اقتصادية وكسبوا منها كثير شكرا معي الوزير وبالتالي حضرتك يعني إحنا بنتفائل ومتفائلين لأن احنا ناس سياساتنا صادقة جدين بنحترم الشعوب الأخرى لنتدخل في الشؤون الداخلية والدول بدأت تعيد حسابتها مرة أخرى تجاه المصر لأن حضرتك تنطلق من بعد حضاري وثقافي وتاريخي إلى مستقبل في كل مناح الحياة شكرا جدا معي الوزير شرفتنا معي الوزير المفوض دكتور مونجي بدر المفكر الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة بشكركم مشاهدينا بكرا إن شاء الله حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر